حراكو الثاني والعشرين في فري جاء بإرادة شباب جزائري استطاع أن يكسر الصورة النمطية التي طرى ما كانت تشويه حقيقة مستوى الوعي السياسي الذي يتمتع به وليؤكد مرة أخرى رفض مبدأ الوصاية على إرادته تكلموا على الشباب المشعل وراء الشباب هذا الشباب اليوم كان نسمعناه نحن الشباب هذا كأنه شباب قصر أدوليسون مازالوا قصر ما زالت عليه الوصاية نتكلموا نقولوا الحراك خرجت ملايين من الشباب خرجت في الشارع هي مسألة ثقة مسألة ثقة ومسألة تعطيلهم الفرصة الفرصة ما كانتش مثل نيوستين ما كانتش الشرعية الثورية الشباب الشباب هو تلقاه 80 سنة حاكم البوست ويقول لك الشباب نعطوها للشباب مقتشي من الشباب هذا الشباب هذا الشباب هذا حال عنده لاشتهوا 45 سنة 50 سنة 60 سنة يعطونا لاش تهمشوا صوت الشباب وتغييب تمثيله في الحكومات المتعاقبة زاد من مستوى الاحتقان الذي ترجم على شكل حراك تاريخي استطاع أن يقلب موازين الحكم ويعيد السلطة للشعب الصورة النمطية المأخوذة على الشباب الجزائري بأنه شعب غير مثقف غير واعي لا يبالي بالتاريخ لا يبالي بأي شيء لا يبالي بالسياسة ولكن في الحقيقة أن الشباب الجزائري هذا جيل الانترنت هذا جيل الرقمي بامتياز له ثقافة رقمية يتقن اللغات يعرف التاريخ والدلالة لذلك رأينا في الحرك كل الثورات التي قامت في العالم استنجدت بأعلام غير وطنية ولكن الجزائريين رجعوا كل الشهداء رأينا صور الشهداء ورأينا فقط الرأي الوطنية بعض الرايات التي تعبر عن ثقافة التي تعبر عن المفصال المستقبل السياسي للجزائر لن يكون إلا بمشاركة واسعة للشباب ولترسم تغييرا جدريا في المشهد السياسي لبلاد سويرة عقود من الزمن تحت ما سمي الشرعية الطورية